اشتركوا في القناة ما زال موجود في برج العذراء هو الآن القمر موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة وثلاث وعشرين دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي طبعا القمر زي ما حكيناه والآن موعد بث الحلقة موجود في العذراء احنا في فترة خلوم مسار ورح ينتقل في ساعات الصباح القمر لبرج الميزان القمر طبعا الآن بما انه موجود بالعذراء معناته بالظل طبيعتنا الجادة هي المسيطرة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها ومنجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسع نقتنا حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا في زوايا هي قائمة الآن لأنه احنا من بث الحلقة مساء يوم السبت الساعة ثنتين بتوقيت جرينيش في زوايا ذكرناها يوم أمس الآن تأثيراتها موجودة ومستمرة لغاية صباح اليوم الأحد أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي حكينا يوم أمس أنه ذروتها ساعة أربعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء من مساء اليوم السبت تأثيراتها لغاية صباح يوم الأحد بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ما بين القمر وبلوته هي زاوية تثليث إيجابية وذروتها الساعة ستة وسبعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش من مساء اليوم السبت برضو تأثيراتها لغاية صباح يوم الأحد هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو ذكرنا يوم أمس إنه في قلوه مسار قلوه المسار رح يبدأ الساعة ستة وسبعة عشر دقيقة من مساء اليوم السبت ورح يستمر حتى صباح يوم الأحد يعني لغاية الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الميزان هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بصير في عنا له عملية الانتقال وثبات القمر في برج الميزان وهذه الفترة بتصير فترة أفضل فترة عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر من كون اجتماعيين أكثر من المعتاد ومن ميلة الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هذه الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفله أو إعادة تزيين البيتل أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا طبعا أثناء خلو المسار في عندنا زاوية برضو زاوية من الزوايا البطيئة ذكرناها هذه الزاوية تأثيراتها من يوم 19 ورح تظل مستمرة لغاية يوم 5-11 ذروتها الليلة اللي هي 22-10 الليلة السبت الساعة 9-16 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي يعني بتعطينا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزوايا البطيئة الأخرى فعنا أول زاوية رح نذكرها هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين بلوتو وطبعا هاي تأثيراتها لغاية يوم 23-10 اللي هو اليوم آخر يوم لإلها بثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين هذا التحول بيأدي لتحويل جذري على المستوى المهني أو العائلي وبدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سوى داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعات الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبركين والتعرية وأيضا تقلبات المناخ أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي المنفصل ما بين زحل وما بين أورانوس وهي حكينا تأثيرات لغاية يوم 16-11 أي زاوية تخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أو اللي بتكون ذروتها أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التثليث الإيجابية بين عطارد وبين زحل وهذه تأثيراتها طبعا من يوم 21.10 لغاية يوم 24.10 دروتها اليوم 23.10 في تمام الساعة وحدة صباحا بتوقيت جرينيج هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة لعمل فكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة ومن ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وهذا وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 2.17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني طيلة النهار تأثيراتها يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا طبعا عندنا ثلاث أحداث رح تصير اليوم وهي ذكرناها بحلقة من فصلة اسمها أخبار فلكية طبعا موجودة على القناة لها أكثر من يوم هي زاوية أول إشي انتهاء تراجع زحل انتهاء تراجع زحل اليوم 23.10 الساعة 4.8 دقائق صباحا رح ينهي تراجعه في برج الدلو ورح يستمر تراجعه من يوم 4.6 لغاية اليوم 23.10 أي قرابة الأربع شهور ونص وهذا أثر بشكل سلبي على جميع الأبراج طبعا زحل الآن رح يظل موجود في برج الدلو في حركة أمامية حتى يوم خروجه من برج الدلو لبرج الحوت اللي هو الساعة 31 دقيقة بعد الظهر يوم 7.3.2023 أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو حدث اللي هو انتقال الزهرة اللي رح تنتقل الزهرة من الميزان للعقرب اليوم 23.10 في تمام الساعة 7.51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يمكت بالعقرب في حركة أمامية حتى يوم يعني حتى صباح اللي هو يوم 16.11 الساعة 6.8 دقائق صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي انتقال الشمس اللي رح ينتقل الساعة 10.35 دقيقة من صباح اليوم 23.10 ورح يمكث تمكث الشمس في العقرب لغاية صباح يوم 22.11 اللي هو الساعة 22 دقيقة أي الساعة 8 و20 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من يوم 22.11 طبعا زي ما ذكرنا أنه هاي في حلقة منفصلة موجودة على القناة اسمها أخبار فلكية للثلاث أحداث هذول اثنين في حلقة ثانية نزلناها يوم السبت نزلت هي حلقة كسوف الشمس اللي رح يصير في العقرب وتأثيراتها وأوقاتها في كل الدول العربية وبالعالم إمتى رح يصير وشو الأثار والتحذيرات اللي منحذر منها بالنسبة للقمر بما أنه من الآن لغاية الساعة وحد صباحا بتوقيت جرينج موجود بالعذراء معناته بظل عندنا البنكرياس والأمعاء الدقيقة والأعور والقلون والجهاز الهضمي والإثنى عشر والمستقيم أجهزة الإحساس والعيون اللي هو العيون والأذنين هذول الأكثر حساسية لغاية ساعات الصباح ومن ساعات الصباح وطيلة الفترة القادمة اللي هي فترة مقوث القمر في برج الميزان فبصير عندنا الأكثر حساسية اللي هي الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة والجلد كعضل اللمس والبنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية طبعا بالنسبة لهذا اليوم بعد انتهاء خلو المسار يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل لسه ما بدأنا بالتأثيرات العنيفة إلى الكسوف اللي منحذر في وقتها من العمليات الجراحية يوم الأثنين ويوم الثلاثاء والأربع والخميس هاي الأيام ما بنصح بإجراء عمليات جراحية وخصوصا يوم الثلاثاء اللي هي يوم الكسوف تحديدا ما بننصح بأي عمليات جراحية أما بالنسبة لعمليات التجميل فطبعا أي شيء العلاقة بالمعدة كتكميم أو قص معدة أو أمور هاي ما في أي مشاكل ولكن الأمور اللي بتتعلق بالعيون من ساعات الصباح اللي هي زي رفع الجفون أو أشياء من هذا القبيل ولكن الحقن وأمور البشرة ما بننصح فيها نهائيا هذا اليوم بالنسبة لهذا اليوم يعني يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الميزان من ساعات الصباح فخلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء خمس وعشرين عشرة ببدأ خلو المسار الساعة اتناش وخمس وثلاثين دقيقة بعد منتصف ليل اليوم الاثنين على الثلاثاء اللي هي أول خمس وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة سبعة وثمنتعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ليستقر القمر بعديها في برج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة واربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمره ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير عشرة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان وبدأ تنتقل للعقرب ورح تنكث بالعقرب لغاية يوم اثنين وعشرين احداش هي سعيد اليوم بنسبة خمس وثمانين في المية القمر في العذرة وبدو ينتقل للميزان في ساعات الصباح رح يظل طبعا بالميزان لغاية يوم خمس وعشرين عشرة هو الآن منتحس بنسبة ستين في المية اللي هو موعد بث الحلقة ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشرة في المية اللي هي فترة الانتقال وكل ما اقتربنا الصباح أكثر بتقل نسبة النحوس هاي في ساعات المسال هو عند غروب الشمس بصير القمر سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد بنسبة 85% عطارد في الميزان حتى يوم 29 عشرة سعيد بنسبة 70% الزهرة في الميزان بدي ينتقل في ساعات الصباح للعقرب ورح يضل في العقرب لغاية يوم 16-11 سعيد بنسبة 45% المريق في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو رجع للحركة الأمامية ورح يضل بحركة أمامية ليوم 7-3 هو الآن منتحس بنسبة 40% ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم يجب أن تنتبهوا لصحتكم بشكل جيد لأن القمر الآن بدأ بمراحل المقابلة فعشان هيك ممكن شوي بيصير في بعض التقلبات الصحية أما من ساعات الفجر فهنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد بعض الأمور لأن القمر بيصير مقابلكم تماما أو تطرأ بعض البلبلة فحاولوا أن تعلجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية خلال هذا اليوم حاضروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه برضو خصمكم اليوم قوي والعرقي لبتستفزك بس هذا اليوم جيد للأمور الإلهة علاقة بالشراكة المالية والعاطفية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور من الآن لغاية ساعات الفجر يوم الأحد بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم طبعا الأجواء جيدة ودعم لإلكم ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا تسلطكم على أحبائكم من ساعات الصباح القمر بنتقلوا بصير في البيت السادس بس هنا بيبدأ العمل بالتراكم أو الاهتمام بأمور إلهة علاقة بالعمل بتكن تنتبهوا لعمالكم لصحتكم لعلاقاتكم مع زملائكم وبتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي خلال هذا النهار وبرضو بتكن تنتبهوا لوضعكم الصحي من بعض التقلبات أو الاهتمامات الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر بتظلوا من شغلين في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن شوي يظهر بعض البلبلة أو بعض سوء التفاهم أو المشاحنات اللي إلها علاقة بالعيلة أو حدث معين إلو علاقة بالعيلة ممكن إنه يوترك أما من ساعات الفجر وطيلة النهار بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم مش إنك تلطف الأجواء وترجع العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات خلال هذا اليوم وممكن إنك تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة بالفترة الماضية تعتبر فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا من الآن لغاية ساعات الفجر بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن أو حاولوا إنكم ما تدخلوا في أي نقاش حاد مع أخ أو جار واللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما من ساعات الفجر وطيلة النهار بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم مش إنك تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية وحاولوا إنكم تواجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم ولا تفرضوا رأيكم على أحد وتعتبر فترة ما زالت مناسبة للتنقلات والاستثمار برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعاً بتكونوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع وحاولوا إن كنت تبعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع من الآن لغاية ساعة الفجر كل التركيز رح يكون على الأمور المالية والمكاسب المالية وحل بعض المسائل المالية من ساعات الصباح القمر رح ينتقل أو من ساعات الفجر وطيلة النهار القمر بنتقل للبيت الثالث فهنا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة أو مع أحد الجيران أو بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الإختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضح وصراحة عن مواقفك أهم شيء إنك ما تتردد بالتحرك خلال هذا اليوم لأنه المكاسب كثيرة بالنسبة لموليد برج العذراء تبعا ما زالت الأجواء جيدة وبتشعر بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكون مميزين بأداءكم وتعتبر هذه فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة طبعا هذا الأمر رح يظل بكامل نشاط لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر القمر رح ينتقل لبيت المال فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء إنك ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وحاولوا إنك ما تبلغوا بمصاريفكم أرتبوا فواتيركم ودفعاتكم كن معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية ولكن الأهم إنك انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بسيطر التعب عليكم لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب وممكن تفكره في إلغاء الموعيد أو الإبتعاد عن الأضواء أو تشعر بنوع من أنواع الحزن أو الإحباط اللي شوي بكون صعب عليك ولكن من ساعة الفجر بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك لأن القمر رح يصير عندك معناة الفترة اللي هي فترة وجود القمر في برجك هي رح تكون فترة بداية مرحلة جديدة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بدأ الضغط يشتد عليكم لأن القمر بيكترب من بيت المتاعب فبتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء اليوم منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة ولكن مزاجكم متقلب وعندكم حدية بالطباع وهذا شيء ممكن يخليكم تفرضوا سلطتكم أو سيطرتكم على أصدقاكم وهذا شيء مزعج فبندك تضبط عصابك وابتعد عن فرض السلطة والرأي في ساعات الفجر بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر بيصير في الميزان في بيت متاعبكم فلا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد وتعتبر هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباس برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن لغاية ساعات الفجر بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتعتبر هاي فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء إنه ما تغامروا ما تجازفوا وخصوصا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم بدكوا تتصرفوا بطريقة عقلانية بدون أي اندفاع أو تهور أما من ساعات الفجر وطيلة النهار بتلتقوا الأصدقاء اليوم وبإمكانكم كنتبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم النشاط كله رح يكون على المستوى الاجتماعي فمنكم أشخاص رح يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء الأصدقاء أهمش أنه اليوم لا تستسلم بل كرر المحاولات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا الأجواء ما زالت جيدة من الآن لغاية ساعات الفجر فبظل النشاط في أمور السفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات والتقرب من الأحبة موجود ولكن بما أنه في فترة خلوه مسار بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة وأيضا اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض في عندك اندفاع وحماسة وهذا شيء رح يترك كثير من الإيجابيات عندك أما من ساعات الفجر فهنا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وممكن تقضعوا لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنه ما تضعفوا ما تجاسفوا بسمعتكم حاولوا أنك تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع الفترة هاي ممكن يكون فيها بعض القلق أو التوتر في بعض المسائل بالنسبة لما أوليد برج الدلو من الآن ولغاية ساعات الفجر بتكونوا تتفحصوا حساباتكم المالية المشتركة وتحاولوا أنكم تخففوا من النفقات قدر المستطاع وهذه الساعات لغاية ساعات الفجر لا تكفلوا حد ولا تضمنوا حد ولا تدينوا حد فلوس صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية والاهتمام أما من ساعات الفجر وطيلة النهار بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو التعامل مع الأجانب ويعتبر هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وبتبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن اليوم تناقش بقوة وذكاء على أي موضوع وتتجرى على رفض أي شيء ما بناسبك أهمش أنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر وتعتبر هاي فترة مناسبة لخط تجربة جديدة وبعضكم ممكن يفكر بأمور إلها علاقة بالسفر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو في العاطفي ولكن القمر مازال موجود مقابلكم عشان هيك بتكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم وحاولوا ما تفرضوا سلطتكم عليهم ابعدوا عن المشاكل والحدية بالطباع وأي أمور سلبية من ساعات الفجر القمر رح يتحرك من مقابلك للبيت الثامن فخلال هذا اليوم بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة ودون أعذار الأجواء بتصير جيدة على المستوى المالي ولكن ممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة